يامساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم قبل ما ندخل في التفاصيل وعندنا النهاردة كلام كتير جدا واضح انه يعني الموسم مبتدي بأحداث سخنة على رغم ان احنا توقعناه اكثر هدوءا يعني توقعنا ان احنا السنة دي هنتكلم في الكورة اكتر ما هنتكلم في المشكلات وفي الازمات لكن يبدو انه للأسف شديد جدا ده امر بقى مفروض علينا ومش ممكن يحصل انه يبقى فيه سيزن ثلث يعني سيزن يعدي بدون ازمات وبدون مشكلات على كل احوال النهاردة واحد من الملفات المطروحة ملف التحكيم هل حقيقة احنا اتفقنا انه عشان تنجح المنظومة وتنجح المسابقة وتنجح المنافسة وبالتالي يبقى عندنا كورة في مصر بشكل محترف لابد انه منظمة التحكيم تكون على اعلى مستوى هل احنا عندنا مشكلة في منظمة التحكيم لابد انه كل الاطراف تجاوب على السؤال ده سواء كل المكالمة على اندية او على اتحاد كورة او على لجنة مسابقات او على لجنة حكام هل احنا عندنا مشكلة لابد من الاعتراف بالخطأ عشان نعرف نحل